اشتركوا في القناة لنعطيكم الحل من خلال تطبيق التطبيق هذا يساعدكم انكم تقوموا بحفظ الخلفيات من الصور متاعكم في بعض الثواني قبل ما تفرجوا في الفيديو لا تنسوا كيف العادة الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك الشرح متاعنا اليوم لنستعملوا فيه تطبيق remove.bg تطبيق هذا كنا شرحنا الموقع متاعه في فيديو سابق فقط قوموا بفتح التطبيق تطبيق remove.bg اللي نحط لكم الاسم متاعه والاسم متاعه ظاهر في الفيديو تنجمه تبحث عليه في البلاي ستور موجود وتضغط مباشرة على upload image بش يعطيك ثلاثة خيارات الخيار الأول انك تستعمل كاميرا الهاتفون الخيار الثاني انك تدخل للجالوري والخيار الثالث انك تستعمل تطبيق جوجل فوتو خلينا نقوموا باستعمال الكاميرا مباشرة كيما قاعدين نشوفوا هذي مش نلتقتوا صورة لي بعد ما قمنا بالتقاط الصورة يكفي انه نضغط على اشارة موافق ويبدأ التطبيق في العمل يقوم بعمل upload للصورة ويقوم بحفظ الخلفية منها مباشرة العملية هذه ما تاخدش برشة وقت عادة بعض الثواني فقط وكيما قاعدين نشوفوا فانه التطبيق قام مباشرة بحفظ الخلفية من الصورة بعد ما تكمل يكمل تطبيق حفظ الخلفية عندكم مزوز خيارات الخيار الأول هو القيام بتنزيل الصورة بمعنى حجم عادي او تنزيلها HD يعني يكفي فقط انك تضغط على download ويقوم التطبيق مباشرة بتنزيل الصورة كما قاعدين نشوفوا هذه الصورة بعد ما قام التطبيق بتنزيلها في الهاتف متاعي كان هذا الشرح متاعنا اليوم ان شاء الله تكون الفيديو هذه عجبتكم وان شاء الله تكون الفيديو هذه افادتكم اذا كان عجبتكم الفيديو وما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك وللفيديو القادم ان شاء الله ما بقى لكم شنقلكم الى اللقاء